اشتركوا في القناة النواشف اللي ما بتديش الجسم بكافة العناصر الغذائية السليمة اللي هو محتاجة في ناس ما بتاكلش فيشتابلز او خضروات خالص فيه لك وقص على ذلك كافة العادات الغذائية الغير صحية للأسف ده طبعا تركب عليه الكثير من الامراض زي السمنة وتراكم الدهون وغيرها من هذه الامور عشان كده اتجاه العالمي حاليا واعتقد ناس كتير جدا بقى عندها تويح خاصة في هذا التوقيت بقيمة الغذاء الصحي واهمية ان يكون عندنا المائدة بتاعتنا تكتمل بها كافة العناصر الغذائية وكل الطعام اللي احنا بنأكله سواء في الفطار او الغداء او العشاء هو غذاء صحي سليم عشان كده هنفتح مع حضرتكم النهاردة المحاور المتعلقة بالغذاء الصحي وهنتكلم عن اختراع في غاية الاهمية اعتقد يضيف بشكل كبير جدا للمنظومة الصحية وهو الفرن الذكي لانتاج الغذاء الصحي برحب اضيف العزيز صاحب هذا الاختراع وهذه الفكرة الدكتور هشام التونسي استشارة الغذية والمختلع برحب بك افادنا متاحية الحضرتك اكيد كلنا لما قلنا فرن يعني بيخترع غذاء صحي او بيقدم غذاء صحي فكل ناس متشوقة يعني فكرة المشروع او فكرة الاختراع عبارة عن ايه وايه الدور اللي بيؤدي بشكلها فكرة الاختراع عبارة ان انا عايزين نعمل بنعمل توعية للناس يعني ايه تاكل او يعني مفهوم نياكل فانا باكل ازاي انا باكل على اساس حركة انا بعمل حركة قد ايه يبقى انا محتاجة اكل قد ايه الحركة دي انا محتاجة هل المجهود اللي انا بعمله ده هل المجهود ذهني هل المجهود عضلي فكل حاجة وليها تغزية خاصة بيها فهو كانت الفكرة ان انا اسهل عملية الطبخ ان الفرن بالكامل هو اللي بيطبخ وبالكامل هو اللي عنده الدة لانه انت كبني ادم لما بتروح للدكتور تكشف عنده دكتور محتاج تحليل بوله وبراصه ودمه وساعات بناخد الديان إيه طيب مهو نفس الحكاية الأكل بتاعك كله ليه تحليل فأنا محتاج أعرف إيه اللي عندك وإنت محتاج إيه من الأكل فأنا عندي الداتة العلمية كلها بتاعة أكل زراعة الكرة الأرضية بالكامل بالصروة الحيوانية كلها لو أنا عملت فيها إيه ربتها إزاي زرعتها إزاي إيه المركب العلمي اللي فيها فأنا الداتة دي 22 متر تفاصيل الداتة المركبات الغذائية كلها اللي في الأكل فهو بيجيب دي بياخد التحليل بتاعتك بياخد تعليل بول والبراص والدم والديان إيه بتاعك بياخده سكانر بيخش عنده في الداتة يشوف إيه الأكل اللي بيعالجه عندك وأن الأكل دوت كله جايبه من نظمة الساحة العالمية طبعا يعتراف من نظمة الساحة العالمية في الداتة دي أكسفورد وكيمبريج وهارفورد في الداتة علمية للاست تين ييرز لآخرها عشر سنوات طبعا في علاقة البناء ده من نيوتريشن الداتة دي أكيد هي لساعة حدك في الاختراعي الداتة دي هي لبتطبخ منتق إيه علاقة؟ الحل الاختراعي البتجاز السطحي ده اختراعي المشروع يعني هي الحلة اللي بتطبخ أو البتجاز هو اللي بيطبخ أو الفرن هو اللي بيطبخ أحنا شيافين صور دلوقات يا قدام ده ده الدورش بتاع الفرن اللي بمات إيه خش السوكت في الحل وبيدي كمية المياه على قدي كمية الأكل لأن أنا عندي مراكل الأكل ده بالنسبة لي ميف Hearts فهم مركب علمي مفهوم encuentre مكونات المكونات ده أنا لو زودت كمية الفلويد فيها الأكل اطلاعة وحش لو قللت كمية الفلويد فيها الاكل بتطلع برضو وحش. فاللي بيحسب ده الداتة العلمية اللي مسجلة على الاكسل بتاع النبات نفسه. تمام. في كميته فالكمبيوتر من الاكسل اللي بيقدر يحسب. انت كمية مية قد ايه في نوع الرز في زراعته في تفاصيله. والفرن البتجاز النص بتاع البتجاز ده شاشة كمبيوتر. بتخش عليه بتلمس بيشرح لك فيديو ازاي الاكل ده بيتعامل وميزاي بتقطع الخضار والطريقة العلمية والصحية اللي بتقطع بيها الخضار. تمام. والبت بتاع الفرن نفسه لما بتيجي تاخده من الفرن. ده الفرن اللي احنا شايفوه? ده الفرن انت شايفه بتاع البيت. انا عامل تلات نسخ بيت مستشفات فنادق. نفس القصة. بتاع البيت دوات. ما ناخد وهذا احدى. البيت عبارة عن ايه? يعني التركيئة بالزبط. التركيئة والشياء. البيت عبارة عن البت اللي انت شايفه هو بيتفاك. فرن البيت اساساً بيتفاك اي ست بيت هتفكه في خمس دقائق وتركبه لان هو حل الضغط ومعمول زي البازل فكرة البازل بزبط هو فكرة الفرن بتاعي بياخد كمية المية على قد كمية الطبخ اللي انت عايزها بيسخنها لك لدرجة معينة بيعرض لك هوا سخنة على مية سخنة بيدي لك الهوميديتي او البخار بدرجة حرارة على حسب التركيبة العلمية اللي في الاكل انا انا بعرف اطبخ طبخ ده وقت حاجة مسهلة جداً انا انا بحط ملح ولا زبدة ولا زيت ولا سمنة في اكل نهائي بقلي بيط بعمل كل حاجة بدون زبدة وزيت وسمنة انا قادر ان انا ما خلاكش تشريدك من الحل طب انا فين من بيوت الناس دي كلها فانا فكرتي وعلمي واحد واربعين سنة بطبخ في العالم كله الاكسبيرينس ده انا حطيته في جهازه اللي يطبخ لوحده بيشرح لك على الفيديو بتاع الفاتش باد بتاع البتجاز نفسه الاكل بيتعامل ازاي والمكونات وانت بيجيب الاكل من عنده وهو بيحسب لك الفرن النيوتريشان فاكت والفود اناليسيز بتاعت الاكل وانت تاكل قدية منه على حسب التعب اللي عندك لان انا عندي لوحد قاعد في البيت انا ما ينفعش اكله زي ما ابقى اكل واحد بيطلع يلعب رياضة او شاب صغير ففكرة جاية مني ان انا عندي عنصر الحياة وهو لسه بيتكون في بطن الام تمام انا محتاج ااكل ايه عشان اغذي ده ايه داي باي داي يعني هو بيقدر يحسب لك الدي باي داي نيوتريشان كالكليشان الفود اوكي بيقدر يدي لك لما بيتولد ااكل الام ايه عشان اردحها امتا وااكلها امتا والقصة دي كلها طيب لغاية ما البنياء دم يموت النموذج الفرن ده يعني طبقته عملي موجود من النموذج عاملي انا بصنعه طبعا انا بصنعه في المانيا ام انا فيه تفاوض بيني وبين بوش لانه هو فكرة جديدة ما تعملتش في العالم شركة عالمية طبعا اه وبدور على شركات عالمية بس انا كنت اتمنى ان الحكومة المصري تخش معي في التفاوض ام هي قضرة مني مع الشركات الاجنبية دي اوكي لان هما 22 اختراع ما هواش اختراع واحدة الافران اللي وحدها تسعة ام يعني عامل التكلفة ممكن تكلف يعني الفرن الواحدة واتكلمنا عن تكلفة بتاع الفرن بتاع الماندي انا اخدت البي سي تي الدولي ان كل حاجة بقولها يجوز انه يتصنع يعني يجوز في الصناعة لان انا ما عملتش حاجة ما تجوز في الصناعة فهو سر صناعته خبرتي اكسبرينيس بتاعتي عليه الداتا بتاعت الكرة الارضية بتاعة اكل الكرة الارضية سواء نزل كان لحوم ألبان جبن يعني أي حاجة هتحطها في بقك الداتا العلمية بتاعته في إكسل في 22 متر مترب في أي دولة في العالم عليه لأنه اللي هشتري الفرن بتاعه ده في أمريكا هيقول أنا عايز أمريكا فأقول كل الأكل اللي بتزيار في أمريكا في أمريكا عليه لأنه الحلة وبيكتب لك الطلبات بتاعته هو بتاخد الباد وبتمشي الأكل على الخضار يقول لك كل حاجة ما تخيلها لأنه جودة الأكل لون نبسطها مثلا لو دلوقتي أنا عايز أبغدى نعم جودة الأكل تركيبة الأكل في الجودة لون 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 آه يعني هو بديله الزراعة الطبيعية والحاجات اللي منتربية طبيعي أم طبعا شايفين ده موز بيقول لك تركيبة الموز مسلا اللي هو الفود أناليسز اللي هو التركيبة العلمية اللي موجودة في الأكل ده دي التركيبة العلمية 22 متر على كل نبات سواء إذا كان بيزيرها في مصرف في أمريكا في إيطاليا في فرنسا أي مكان 22 متر ما تتخيلوا ودي أنا مش طبعا أنا مش كلامي طبعا أنا جايبه من آآ أكسفورد وكيمبرج وهرفل واعتراف فيه المنظمة منظمة ساحة العالمية ما شاء الله فأنا مجمع دوات زائد إنه هو فيه آآ البرنامج اللي موجود في مركز التحليل الطبي نفس اللي موجود في الفرن فهو هياخد بالأكسترنل سكانر ياخد التحليل بتاعتك ونخش شواء دور في مخه من جوه إيه الأكل اللي تاكله اللي نسبك يعني اللي نسبك على حسب اللي عندك الأكل اللي تاكله كمية قد إيه أنت بتعمل حركة قد إيه على طولك وعرضك اللي هو بيحسب البي ام آي بتاعك بيطابق التحليل بتاعتك بالتحليل بتاعة الفود اللي هتاكلها بالنسبة يعني رؤية المسألة لو واحد عايز يخس آآ آآ أنا كنوزني مية وعاشين كيلو ما شاء الله مية وخمسة وعاشين كيلو بالزبط وكنت مريض سكر أنا خسيت في خمستاشر يوم ودبست الماء ده بتاعتي بالأكل مهما لو أكلت أنا معرفش أطع ما شاء الله يعني أفهم الاختراع بتاعتك والجهاز ده أنا ممكن يعني أحط له يعني أقول له تحليل بتاعتي أو أنا عايز أخذ أنت بتاخده سكانر نتين المانيو بتاعي طول اليوم بيدي لك فطارك وغدك وعاشاك واللي أنت عايز تاكله أنت ممكن تحط الراس بي بتاعت والدتك عليه يحسب لك البي ام اي يحسب لك الفول اناليسس بتاعت أكل والدتك أنت بس هو هيعمل لك أكل والدتك بدون زبنة وزيت وسامن لأن هي الفكرة بالزبط أنها يحل الضغط أنا أول مرة في العالم اللي بيسوي في الفرن بتاعي الترتيبة العلمية بتاعة النبات عند أني درجة هتتبخر في كمية بخار قديه في درجة حرارة قديه في درجة سوى قديه فانت ملكش تحكم كبشر نباتي أكتر يعني؟ هو نباتي الحومي هو بيحش هو اللي بيضبخ متاعي أكتر اللي أنا عايزه بيعمله على طول أنا بقل في بيتي بيضي العيون على تصص تنس بدون زبنة وزيت وسامن طب لو أنا فأنا بقدر إدي لك التحمير والقل بطريقة فنية أوكي وطريقة علمية بعمل لك كل اللي تعايزه بتاع البيت بتاع الفنادق طبعاً دا اللي صعبة جداً كارسة جداً لأن بيعمل أي حاجة بتاع الفنادق وبتاع البيت بيخمر عايش وبيخبز لك عايش على فكرة بتاع الفنادق بقى بيعمل لك سموكت أوكي بيعمل سموكت على البارد أو سموكت على السخن في قلبيه تلاجة تبريد بيعقم نفسه بنفسه بيخسن نفسه بنفسه عليه عملية البسطرة وبيبسطر نفسه بنفسه الجهاز وانت ملكش للتدخل فيه خالص بتاع الفنادق بيحسب التكاليف يعني هتستغنى عن هتستغنى عن أمين مخازن هتستغنى عن دورة مستندية لأنه الطباخ اللي هيحط الأكل في الفرن الفرن ما بيفتحش اللي بصمة صباح الطباخ اللي عليه الدور إن هو يطبخ كذا أو كذا أو كذا والرسبة بتاعة الأكل كله بالمكونات هو اللي بيحسبها له هو الطباخ ماله هو اللي بيطبخه ليه؟ أنا عندي عادات في التعامل مع الأكل خطر جدا نهاردة ممكن سمك مم. أوكي العداد دية هو فهم الخاطئ للناس أوكي ده مشكلة مم. أوكي آآ فرن بتاع الفنادق بيتركب بيتكب ويتركب celebrating عشر داية. هو اللي بيتصل بالصيانه ويقول لي بتاع الصيانة أنا قطع رقم كذا اللي متسجل عندوا تكون ده فيها مشكلة تعالى غيرتها فوق بيجي بالقطع هو جاي يعني اما الشفات اللي هتشتغل عليها اما بالباد بتاع الشفات او من خلال البرينتر لانه هو انا عامل الفرن يجوز فيه برينتر بيركب عليه برينتر فبيطبع للشيف الريسابي بالانجريديانس بالمكونات بالكميات وهو اللي بيحدد اني طبق هيشتغل المعالف دور دو هتو شوفتو واحدة واحد عليها تكتر المختلع اتنين وعشرين جهازة على فكرة مش تسعة جهزة المختلع التلاجة تحط فيها اللحمة في الديف فريزر بدون كيس بلاستيك طيب انا كنت بتتكلم عن الاختراعات دي انا احس ان انا مش قاد في قارن الشفات الواحد والعشرين شفت انت فيلم يوسف الشريف فيلم عفوا مسلسل النهاية بتاعي يوسف الشريف واحدة بنشوف الحاجات اللي هي بتطير والحاجات اللي هي مش موجودة في الواقع يعني انا بس راح بخيري محدد في هذا التخايل يعني لا ممكن يكون موجود عندنا امتى وازاي ودور والله طبعا احنا في مصر اولا التكنيك والصناعة بتاعته ما تعملش في العالم ولا موجود في المانيا ولا موجود في اي دولة في العالم وانا واخد البراءة انه يتصنع يعني البراءة واخدها ان ده يتصنع يعني او خلاص اعتبر كده في مرحلة تصنيع ان شاء الله انا لسه بتفاوض مع شركات برا طبعا اتمنى ان الحكومة المصرية تخرش معايا في التفاوضات ديت لان انا واخد البي سي تي انه يتصنع وان الكلام ده ما تعملش في اي دولة في العالم البتاجاز بتاعي التقنية بتاعته اعلى من اللي موجود في المانيا باكتر من مئة مرة لان هو عبارة عن تتش بادوس على نص بادوس على نص الفرن الدرج الشاشة الخضرة دي تم طلعالي برا زي الدرج فصل لوحده الفرن بيتفك ويتركب زي ما انتم شايفينه كده في دقايق ما فيهوش مفكاته ما فيهوش حتى الكهربة بتاعت الكهربة بتاعت اللي انا حطيت كابل الكهربة في حل البخار ومسيت ومش هيكهربني فاندر بسانت سيف هاندر بسانت يعني في المية امن ما فيهش اي مشكلة اوه طيب التكلفة حتى 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 تكلفة معينة في سمخها داك لو كلنا صمعناها في مصر بس انا الفرن في البيت في البيت دوت الحل الحنفية اللي موجودة فوق 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 البتاجاز ده الحنفية اللي بتخلش في الحلة انا مصمم الحلة اه هي اللي بتطبخ بتكلمك وتكلمها الكمبيوتر بتاعها مية وعشرين اه جيجا اه الكمبيوتر بتاع البتاجاز تيرا الكمبيوتر بتاع الفرن اتنين تيرا ده في الحجم الاولاني من عندي تلات احجام للبيت بيزيدوا نص تيرا الحلة ممكن توصل على حسب التكلفة يعني نص تيرا والتيرا هم بيتكلموا بعض وبيباصوا معلومات لبعض الحلة بتتحكم في الشعلة اللي موجودة عليها الحلة لما الاكل يستوي هي بتفصل الشعلة لأنا هي انتمالك الكمبيوتر لوحده هو اللي بيسوي على التركيبة العلمية اللي موجودة في النبات اللي بيطبخ الشي في الحقيقي هي التركيبة العلمية اللي موجودة في النبات ليه انا اقتنع تماما اللي اللي صنع الاكل هو ربنا فالطعم بتاعه مش بتاعك انت بتتكلم في جهازي هو نقص بس ينزل يجيب الخضار والفاكهة واللحمة مباركة لا هو انت بتاخد البادو ولا بيشترك يعني هو انت بتتكلم عالكوسية اللي ينقصه بس ان هو ينزل يجيب الخضار واللحمة من عند الجزار هو بيكشف حطها للحمة الجزار كمان بتاع الفنادق عامل في دراع رسم للحيوان وهو بيقطع منه اي قطعية عشان يشرح للجزار القطعية دي ازاي بتجاب بيشاف ازاي مايهضرش مع لحمة ازاي وهو الفرن بتاع الكمبيوتر بتاع فرن الفنادق بيحسب العجل الصافي وزنه كزا اوكي وبيقدر يكشف يقول له ده اكل عش آآ علف او او عجب طبيعي فالعجب الطبيعي ليه اوزان طبيعية في سنه في عمره الكلام ده الباد بيعرفه طب بتاع الفنادق اكيد بيتحكم برضو انا عايز كم واجبة لنزل هاي اللي على اطلاق لا انت بتاع الفنادق القصة في بتاع الفنادق بتاع الفنادق بيخش الويتر عليك يقول لك حضاك تحب تاكل ايه تقول لي انا عايز اكل واحد رياش بتله مسلا. تمام. بس? العجزة اللي بتطبخ. اه انت بتدل الوردر وهو بعمل كل عام. حتا التلاجة شيف. بس يكون في الرياش في اللحمة. حتا التلاجة شيف لما يجي فتح يفتح ببصمة صباعه. الرف اللي عليه اللحمة ميزان حساس وهو بياخده. ام. ضرب الوردر عليه. الجريل بتبقى عارف انك انت هتسوي حتة اللحمة دي والنزبون عايز السوا بتاعها كام. الجريل بتفصل. بعد السوا. وبتشيل البليت تحطه في الجريل اللي يتغسل. لان انا عندي كتر الشاوي على معدن. ده مادة سامة. اه لازم يفتح باول باول طب. انا عامل ايه? عامل عبارة عن الجريل بتاعي بليتس. اطباق كده. كل طبعة لقد حتة لحمت شوية. انا شلتها. حطتها في 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 الجريل اللي اخدها غسلها. ام. عقمها لك. خدت منها? طيب برضو لسه ما قلتش التكلفة هتبقى غالية. يعني مسلا قلنا الفرن بتاع البيت او الجهاز بتاع البيت. في حدود كامل متوسط. يعني. لو كنا صنعنا في مصر. التصورة. انا عالي. عالي جدا جدا. اه. مش عالي. ما انت في عندك بتجهزات بتوصل تلاتين واربعين الف جنيه دلوقتي صحيح? بتجهز مين. هو ده بتجهز. لأ انا بتكلم يعني في تكلفة لما ندفع مسلا تلاتين واربعين الف جنيه بتجهز ممكن ادفع خمسين الف جنيه في جهاز زي ده. انت هتقرن تلاتين الف بتجهز بتاعي? واحد بي. مش فهمني فان من عايز اوصل يعني التكلفة بتاعته تبقى عالية ولا تبقى وسط ولا تبقى في متناول الجميع ولا حاجات دي كلها. لو انا صنعته. بس احنا صعب ان احنا. في حدود يعني تصور حضرتك. مصر مصر برضو احنا ازا كان التكنولوجي بتاعه المانيا لسه ما عملتوش. اه صحيح. اوكي? التكنولوجي بتاعه ده حتش عامله في العالم. اه. خلي بالكم. ده صنعه مصرية مية في المية. اه. دراسة مصرية مية في المية. فكري مصري مية في المية. اه. ما تعملش زيه في العالم ولا حد فكر في حاجة زيه في العالم. صحيح. انا اول واحد يفكر في حاجة زي كده. اه. اوكي. اه. بس يعني. اه. محتاجين اه مصنع. اه. املاقة اه. التكلفة. وسط كتير غالي مش غالي. يعني من وجهة نصحة. انا معرفش الخامات. انا لا اقول انا نصنعه في مصر. في حدود مسلا تكلفة البتجاز المنزلي. انا كالامنيتي طبعا انا نصنع الكلام ده في مصر بس هو فيه صعوبة جديدة جيدة. وليلا ان شاء الله هو كيف نصنعه في مصر. صعب. صعب. انا لفت ما صنعه مصر كلها. ام. مفيش الكواليك اول. احنا عندنا فكرنا في الاستراد والتجميع. ام. انما انا بقولك ده مية في المية. ام. صناعة مصرية. تمام. معمولة على الجزء. ما فيهوش الجزء من المستيك. ام. اوكي? مش حاجة غلط. مش حاجة غلط. ام. ده محسوب وانا مش مهندس. ام. اوكي? تماما. انما انا بعرف اطبخ. انا ممكن اطبخ في الصحراء اي حاجة اتعايزها. ام. بدون حلل وبدون بتجازات. ايه علاقة? انا كل الحكاية بوفر لك خبرتي الواحد واربعين سنة في الجهاز. تماما. بس. لو قلنا ابرز العادات الغزائية اللي احنا بنتناولها يوميا وما نعرفش انها غلط. زي ايه مسلا فان? هاخش في حاجة بسيطة جدا عشان انا مش عايز اتكلم في الاكل كتير. اه. سلق البيض. سلق البيض. مين بيعرف اسلق البيض? اه. كل الناس تعرف اسلق البيض. مين لا لا. فكتقنت الغزائية وحاولته من المركب الى مركب دار. يعني سلق البيض غلط? اه طبع. اه. انت بتنقع البيض في مية. انا مبنعش البيض في مية. اه. انت بتحط ملح على المية. انا محطش ملح على المية. اه. طيب. يعني سلق انا مدة مدة البيض. انا هقولك. طب. مدة البيض عندي تلت دقايق البيض البلدي الصغير. اه. البيض الاكبر شوية اربع دقايق. اه. بنسوي على حمام البخار. اه. مبنعوش في مية. الحلة بتاعت البخار. الحلة بتاعت البخار. وبتمرها. اه. فبتاخد معي تلت دقايق اربع دقايق على حسب حجم البيضة لو بيض ابيض بياخد خمس دقايق لو بيض ابيض بصفارين بياخد ست دقايق او سبع دقايق بقشر البيضة الصفار بتاعها اهم حاجة ازا كنت عارف ازا كنت انا بعارف هاسلو بيض ولا لا اهم حاجة في البيض في سليقه صفاره تمام لو انا غيرت لونه الى شبه مخدر انا غيرت التركيبة وبقت مركب سام فقط العنص الوزيار بتاع كلها وبقى مادة مؤزية مادة سامة حال معلوم فانا هي قصة معايا في الاكل ايه علاقتك انا لو اديك الداتة اللي انا دعليه تمنتاشر كتاب اقل كتاب تسعمائة تسعة وتسعين صفحة طب ايه تاني نغير العلم اللي عليه ايه تاني جرسال البيض مثلا حاجات بيض بيخوه بيعمل اي حاجة متى تخياله العيش بده ما تشتري عيش من عند واحدة ستة قاعدة في الارض الله اعلم ايديا كانت فينه يجيب لك الريف العيش هو هيعملك مركب الخامة بتاعت الدي وتركيب تلعيش وهو اللي هيشرح لك ازاي تخمر العيش ازاي تعمل الخميرة بتاعت العيش بده ما تشتري الخميرة الحب هيخليك تعملها الخميرة في البيت وهو اللي هيعمل لك تعلقتك هو اللي هيعمل لك هو في قلبيه دولاب تخمير هو بيخمر لنفسه ويرجي عايش فط البخار ده منه ويطلعه على التشمني وبعد كده يديك صدن هيت ويخبز لك اي حاجة بتتعمل خبيث في الكرة الارضية وبيعملها لك بالرأسة بيبتاحها عليك عايز استفاد من حضرتك ايه حاجات تانية ايه حاجات تانية ايه حاجات تانية اكي احنا بناكله ويعني ناسا بتتاكله غلط زي ايه معليش قولي بقى يعني ترنت الخضار انا اه بعمل ملوخية الملوخية دي فيها كمية فواد يا جماعة اليابان بتاخد الملوخية منك تعملوا دواء صنعه في اليابان طبعا الملوخية بتزرحها غلط بتقطفها غلط بتوديها السوق في معاد غلط اللي اخدها السوق عشان يباحها لفها في خيش على ميا secret الدنيا غلط فغلط اللي جيلي ايشترق جيلي اشترق في معاد غلط النبت تبخرت كل مركباته العلمية انا هش recogn هو الفرن هشرحهم دي تفاصيل محتاجة انا بتكلم ايه في حاجات احنا بنقولها وبتصووي بتقول لي كم حاجات كده الفراخ شربة الفراخ اه شربة الفراخ لن كوباية اللبن على ماء من الحنفية هخسل الفرخ على ماء من الحنفية يا جماعة شربة الفراخ لون كوباية اللبن. شربة الكوارع لون كوباية اللبن. شربة السمك لون كوباية اللبن. يعني ايه معلش اعمل ايه? اعمل ايه يعني اعمل ايه? الفرخة فيها اربعة وعشرين عرق بتشده باليد. امم. هي زفارة الفراخ وبنخسلها وبنعلقها. انما لو حطيت عليها خل خل كتصلي العناصر الطبيعية اللي ربنا خلها في الفراخ. اه. انا بقى كلك تركيبة ربنا انا ميجيش جنبها. يعني محطش خلي وانا بقى نظف الفراخ بتاع. اعلقت الخل. تمام. ايه تاني? انا عندي المحرم علي الدم. امم. فالقصة عندي في الزفارة بتاعت الدم. ايه تاني سريعا بعد ازنك فضلنا النص دقيقة? ايه تاني حاجة? اللحمة مسلا تجيز اللحمة. اللحمة لو هي لو هي تربيط اه طبيعي مراعي يعني. اه. انا بسوي حتة الانتاركوت في سبعة دقايق. وهي مجمدة في عشرين تحت الصفر. تمام. انا مدة سوى اللحمة عندي تلات دقايق. بس الموضوع محتاج. صعب جدا. مش محتاج. مش محتاج. مش محتاج التساع. ده. طبعا. محتاج ارتفع مع كده. يعني اتكفيش وقت المعلومات اللي انت اديتهم دلوقتي. كارسة كلها في الاخصار. ويصراحة ابهرتيني. بالجهاز. ما شاء الله. وتمنى ان يكون يعني على ارض الواقع في اقرب وقت. انا اتمنى بس ان الحكومة المصرية هي اللي تساعدني في التفاوض مع الشركات الاجنبية. انا اتمنى. بس. او او الحكومة المصرية. تطلب من الشركات الاجنبية دي. تعالي مصر افتاح المصانع في مصر. نشغل شبابنا. انا اعلم التكنولوجي ده. تمام. لمصريين. بدل ما دي الاجانب. ان شاء الله واشينا يكون يعني خير على حضرتك. يا رب. رحمن ينفذ هذا المشروع. لان يعني انت بتعملش حاجة. بس. زي ما قلنا الجهاز. يعني اللي نقصه بس ننزل يجيب لك الخضار واللحب. بس. سوي لك كل حاجة. انا بشكو حاجة جدا. حضرت جدا. دكتوري شامل تنسى تشير التغذية والمخترع الجميل. ليه? الفرن ازاك الانتاج غزاء. صحي شرفت يا فن تحدي. سبحان الله يخلي كلام. لسه بكم لي معاكم مشاهد كرام. اخذ فقرة حراية مع زميلتي دينا انتظروها يا فن بعد هذا الفاصل.